فريق مسرح الكرك هذه المبادرة الجميلة وأيضا الشباب والشابات في الكرك اللي عم بيكونوا قدر المسئولية دائما يا صباح الخير أنا نسيت أعيد عليك المرة الماضية أو أبرك لك المرة الماضية لأني ما كنت موجودة فأرجع بأبرك لك بالخطبة ألف مبروك صباح الخير راني إليك لجميع متابعي برنامج دنيا دنيا يعني قيل قديما أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا وانطلاقا من دور مسرح التوع والثقافي ودوره في نشر الرسائل المهمة إلى المجتمع ولإعادة إحياء المسرح إلى الواجهة من جديد إلى الواجهة الثقافية ونظرا لندرة فن المسرح في محافظة الكرك هذا الفن الذي وصل الرسائل الهادفة قام مجموعة مشاب وشابات محافظة الكرك اللي وجدوا بأنفسهم شغف لفن المسرح بتأسيس فريق مسرح الكرك هذا الفريق اللي دخل عام الأول والذي تدأ من صفحة الفيس بوك جمعوا من خلالها المواهب بداية ومن ثم استقطبوا الأشخاص وعملوا على فريق هذا الفريق الآن هو تحت مضلة مدرية ثقافة الكرك قدم العديد المسرحيات في مهرجان جرش في برامج صيف الأردن وفي العديد الفقرات وأيضا هنا في مسرح الحسن الثقافي اللي حاليا قاعدين بيشتغلوا على بروفال المسرحية قادمة حقيقة هذا الفريق الذي يحتوي على مسرحيين وعلى كتاب يقوموا على فكرة مهمة من أهمها أنه نقل هذه التجربة إلى كافة مناطق المملكة عفوا بهدف أنه تكون هذه الفن المسرح وثقافة مجتمعية في كافة مناطق المملكة ونقل كافة رسائلهم وهمومهم ونقل كافة هموم الشارع الكاركي والشارع الأردني والمشاكل اللي يعنيها المواطن بطريقة هادفة ساخرة وأيضا لم يقتصر دورهم على المسرحيات فقط وإنما أيضا بيدربوا الشباب والشابات اللي بجدوا أنفسهم الرغبة فهم مفاتحين باب الانتساب لأي شخص حاب يدخل معهم بالفريق ليدربوه على فن المسرح ويدربوه على هاي الأمور بشكل عام الآن رح ينضم إلنا الرئيس ومؤسس هذه الفريق الدكتور علي الخرشة دكتور علي صباح الورد صباح النور يعني بداية بدي أسألك كيف جاءتكو هاي الفكرة كفريق مسرح كمان الحقيقة الفكرة جاءت وليد الحاجة حاجة محافظة الكارك لوجود مسرح ثقافي يعكس قيمة المحافظة التاريخية والحضارية هذه الحاجة طبعا دفعتني أنا وصديق الأستاذ محمد المحادين يعني جعلتنا إيش إنه نفكر بإنشاء فريق مسرحي وطبعا زي ما أنتم شايفين يعني والحمد لله رب العالمين تم تأسيس هذا الفريق وهو الآن يقف بخطوة ثابتة على المسرح نعم يعني أيضا سؤال مهم شو أبرز المواضيع اللي بتركزوا عليها؟ المواضيع طبعا اللي منركز عليه هي المواضيع التي تهم المجتمع وتؤرق الشارع المحلي فنحن طبعا نتحدث بلسان الشارع المحلي ونفكر بعقله ونعبر عن نجواه وطبعا والمشاعر التي لا يستطيع أن يبوح بها الشارع فنحن نتحدث بلسانه هل وجدتوا فيه رغبة عندنا من الشباب أن ينضموا لهذه أفريقا؟ هل عندهم شغف لنضموا لهذه الأشياء؟ طبعا كان فيه شباب كثير موهوبين في الكرك أحضر الشباب طبعا فتحنا باب الانتساب لمسرح الكرك عن طريق تحديد مواعيد لتجارب الأداء وبالفعل اكتشفنا مواهب ما شاء الله عليهم ونضموا لأسرة مسرح الكرك الصغيرة اللي يوم بعد يوم تكبر نعم للأمانة وكصحفي من الكرك قاعد أشوف شغل رائع وجميل على الأرض من قبل فريقه هذا فريق الناشئ بدنا نعرف شو أبرز المعوقات اللي واجهتك هل هناك معوقات من الجهات المعنية؟ يعني شو أبرز المعوقات اللي واجهتك سنتكلم عن قلة الدعم يعني بتحدث هنا في قلة الدعم اللي هو الدعم المادي درجة الأولى والدعم المعنوي المتعلق بتقديم التسهيلات من أجل أن نقدم عروضنا في المسارح الكبيرة يعني يعني شهادة لله يعني أنا يعني إحنا كمسرح للكرك لم نتلقى دعم إلا من مديرية ثقافة محافظة الكرك يعني أتقدم من هذا المنبر بالشكر للأستاذة أوروبا الشمائلة قليل ونشرف فيها إن شاء الله اللي كان لها دور كبير جدا من لحظة تأسيسنا للمسرح الكرك لغاية الآن وهي بتقدم لنا الدعم المادي والدعم المعنوي إلي عتب بدي يعني كم من مع بعض إحنا بدنا عشان نطلع عن الشاب على المسرح تفضل معي يعني كم أكلم إلي عتب صغير جدا بس على وزارة الشباب ومديرية الشباب في محافظة الكرك يعني من لغاية الآن يعني نم نتلقى منهم أي دعم بالرغم من إحنا تقدمنا في مشروع وهذا المشروع يعني إليه تقريبا يعني مضى عليه يعني شهور وما حتى مجرد رد يعني ما كان ما فيه رد يعني نهائيا بس هذا هو عتب صغير جدا يعني وعلى المنظمات الثانية يعني اللي ما للآن يعني ما تحرك تقريبا أي دعم الآن بدنا نشوف أيضا أحد الشاب اللي معهم بالمسرح صباح الخير الله أعطيك لعافي عرفنا حالك كامل الخضري فوجدت أنه الواحد لازم يعني أنت مش دارس مسرح بس شغف إليك أيوة وجدت أنه يعني بقدر يعني من خلاله أني أكون إلي علاج أقدر أقفز من خلاله من أي خلل ممكن يعني أواجهه بمشاكل بمسرح الكرك وش أكثر مشاركاتك وين شاركت وين أجيت وين أقدم في المسرحيات إحنا شاركنا بيعني بدايتنا كانت من عماد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة لقينا يعني أنه المجتمع متقبل فكرة المسرح توجهنا بعد بعدها شاركنا بصيف الأردن ولقينا يعني استحسان من الجمهور وعدد كبير أنه بحضرنا ومتقبل فكرتنا بعدها نطلقنا يعني قلنا صحيح بيعني بحكم أنه وقتنا البسيط توجهنا يعني وقدرنا أنه نوصل لمهرجان جراش وقدمنا مهرجان جراش ويعني اتفاجأنا أنه من المجتمع المحلي وطلاب من كلية الفنون ودكاترة من هاي الكلية قاعدين بحضرونا يعني هذا الإشي كان دعم شكرا جزيلا إليك أيضا يعني راح تضمن أحد الصبايا اللي عملت بهذه المسرح باتول المبيضين طبعا هي من الصبايا اللي مبدعات بهذا المجال المحافظة لك صباح الخير صباح النور يعني تحدثين عن تجربتك الشخصية وماذا أضاف إليك هذا الإشي؟ أعرفك عن نفسي أنا باتول المبيضين مدربة مسرح ومهارة حياتية طبعا أنا إلي في مجال المسرح تقريبا من سبع سنوات لكن هالإشي خلا عندي دافع وشغف أني أقدر أدرب بالمدارس والمراكز الشبابية لأنه هالإشي ممكن يقدر يغير من شخصيات الطلاب وغير من شخصيات ونفوس الطلاب ممكن تعديل سلوك لهم زيادة الثقة بالنفس لهم كمان يعني أنت كصبية هل هذا الموضوع شايفه في من شرع الكركي رغبة لحضور مسرحيات في أهمية عند الناس لما يسمعونه في مسرحية بيجووا يحضروا طبعا أكيد يعني هون بالكركي نادر ما تلاقي أنشطة مثل هيك فالشباب والصبايا الكركية أو المجتمع بشكل عام لما يعرف أنه في مسرحيات عارفيني أنه إحنا منقدم إشي هادف يعني مش أي إشي وخلص ونطلع على المسرح بنبسط وبيجو بشجعونا يعني هذا أكبر دعم إلنا المجتمع اللي حوالينا والأهل طبعا كثير دعم إلنا شكرا نزيل إليك الآن رح تنضم إنا السيدة عروب الشمالي مديري الثقافة الكرك لو بس تفضلي معنا يعني حقيقة إحنا أصل المسرح موجودين في هو يتبع لمديري الثقافة الكرك وهم من الجهات التي تدعم حركة المسرحية في الكرك يعطيك العافي ستي يعني تحتينا بداية عن دور وزارة الثقافة ومديري الثقافة الكرك في دعم مثل هذه الفنون يسعد صباحك محمد هو اليوم شباب أسرة مسرح الكرك تدريباتهم من خلال مركز الحسن الثقافي هذا الفضاء اللي بيضم كل إبداعات الشباب وخاصة الفنون اللي هي أبل فنون اللي هو فنون المسرح احنا هنا كوزارة الثقافة ومديري الثقافة الكرك ندعم هذه الأعمال الهادفة اللي من خلالها بنقدر نوصل الرسائل الإيجابية إلى المجتمع الشيء اللي ما بتقدر تحقق أنك توصلوا إلى الناس من خلال خشبة المسرح تستطيع أنك تصل هذه الرسائل سواء رسائل خليني نحكي اجتماعية وخاصة في قضايا كثير مهمة قضايا مثلا من المخدرات أحد المسرحيات اللي عدموها الشباب كانت عن القضايا يعني تركز على الأشياء فعلا اللي بتهم الناس بتهم الناس وجمهور المحافظة الكرك اللي لاحظنا بالعروض المسرحية اللي عرضوها كان جمهور كبير بحيث أنه هذا المسرح الكبير كان ممتلئ بالحضور طيب يعني سيد عروب هل لمستوا بالآون الأخير أنه كحركة ثقافية بالنسبة لفن المسرح هل هناك فعلا يعني رجعت الواجهة مجزيدة ولا لسه عودة خجورة خليناحكي يعني خلينا نحكي هو العودة ما بنقدر نحكي عنها خجولة لكن الحمد لله عم بتكون العودة منيحة كمان يعني في بعض من الشباب بالتدريبات وزارة الثقافة عندها المسرح الجوال وهي بتطلع على المحافظات لتدريب الشباب على الوقوف على خشبة المسرح وهذا دور كان دور إيجابي بحيث أنها تخلي الشباب عندهم القدرة بمواجهة وأنهم يعرضوا للجمهور ما عندهم من إبداعات شكرا جزيلا لك دكتورة والله يعطيك ألف عافية يعني الآن بدي أعود لرانيا من هذه الخشبة ومن خشبة المسرح هذه يؤكد شباب الكرك أنه اللي بداع على حدوده له وأنهم قادرين على إيصال جميع الرسائل اللي بيحتاجها المجتمع وبطريقة هادفة وساخرة حتى يقدروا من خلال خشبة المسرح هذه يوصلوا لكافة مناطق المملكة ولربما لبلدان عربية أخرى هذا كل مردي هنا من فريق مسرح الكرك ومن مسرح الحسن الثقافي بنقل إلك الكلمة بستوديو دنيا دنيا إذن كان معنا محمد كفوين من الكرك وتحديدا من أحد المسارح الجميلة اللي شفنا فيها مبادرة حقيقية نابعة من إيمان الشباب بقدرتهم على التغيير ووجودهم على المسرح لأنه الفن بالآخر هو نوع من أنواع التغيير ونوع من أنواع اللي أنت بتحس حقيقة بأهمية الفن وأهمية الوجود الإنساني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر